السادس الشرط السادس ان لا يكون اللباس مبخرا اتدلون ما معناه مبخرا ان لا تخرج المرة حتى ولو بالحجاب الشرعي كامل الاوصاف والشروط لكن خالي من الرائحة الطيبة فايما امرأة خرجت حتى بحجابها الشرعي لكن قبل ان تخرج استعتارت وعصابت من الطيب فاما الحبيب رسول صلوا على رسول الله هذا دين دين لباس المرأة دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعي وبلغي اي ممرأة خرجت من بيتها مستعترة اي تعطرت ليجد الناس ريحها حينما تخرج يعصف ريحها فيشم الانسان القادم ريحها من مكان بعيد فهي زانية وكل عين رعتها زانية وقد قال ابو هريرة لامرأة خرجت وريحها تعصف يا امت الجبار ارجعي فاغتسلي فاني قد سمعت الحبيبة خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ايما امرأة خرجت الحديث لا اله الا الله الشرط السابع ان لا يكون اللباس شبيها باللباس الكافرات ان لا تلبس المرأة لباسا يشده لباسا راحبات فايما امرأة نابست لباسا تفره والكافرات وتشبهت بهم حشرت معهم وخاصة اللباس الذي يشير الى ديانتهن الى ديانة النصرانية او اليهودية قال رسول الله صلوا على رسول الله من تشبه بقوم حشر معهم اما الشرط الثامن هو ان لا يشبه اللباس المرأة المؤمن لباسا الرجل فقد قال رسول الله صلوا على رسول الله لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ملعونات ملعونين من اراد ان يتمرد على فطرته فتنسلخ المرأة من انوثتها بدعوة الجنبر وينسلخ الرجل من رجولته بدعوة تحضر ويلتقيان في جنس ثالث لا هو ذكر ولا هو انفا انما هي الخنثة خنثة بوشك هذه شروط اللباس الشرعي لكل مرأة ارادت ان تحمي شرفها وعرضها ودينها وان تلتزم بدين ربها فلتعد الجواب بين يدي الله تعالى اذا لقته يوم القيامة عباد الله لباس المرأة اذا هو دين يجب ان تتمسك به كيف ما كانت الظروف والاحوال في البرد الشديد وعند الحر الشديد فلا يجوز للمرأة ان ترتدي الحجاب الشتاء فاذا اشتدت حرارة الصيف نزعته بدعوة الحر فقل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يثقهون فلقد قال كثير من الكتاب والعلماء ان حجاب المرأة ليس سترا لجسد المرأة وحدها ولكن الحجاب المرأة هو حجاب للمجتمع كله من السقوط في الرضائل حتى قالوا اذا اردت ان تعرف طبيعة مجتمع وقربه بالاسلام من بعده فانظر الى نساء المجتمع فان التزمت نساء المجتمع بالحجاب اكثرهن ملتزمات فاحكم على المجتمع انه متدين يحب الفضيلة واذا رأيت اغلب نساء المجتمع مستهترات في مجال اللباس عاريات كاسيات فاحكم على المجتمع انه مجتمع يميل الى الانحراف ولقد افتضح امر المغرب في الخارج قبل الداخل واصبحت سمعتنا ملطخة بالتراب وايما مغربي سئل خارج الوطن عن زنسيته الا استشعر خجلا وحياء من ان يجيب لان ما تفعله المغربيات وما تطلع علينا به القنوات هو امر لا يشرف هذا البلد وتاريخ هذا البلد ودين هذا البلد وحفاظ هذا البلد على عرضه فهو حجاب ايضا ليس فقط يستر المرأة ولكنه حجاب يحجب المجتمع من السقوط في الرذائل كما قد تعرفون لا اله الا الله محمد رسول الله عباد الله ان التعري اي ترك الحجاب حجاب المرأة هو سلاح ابليس القديم كما تقرؤون في القرآن الا ترى ان الله يكون في صورة الاعراف ينادي جميع بني ادم حتى لا يقعوا في حبائل الشيطان لتجريدهم من لباسه